أهلاً و سهلاً فيكم في مصنع جبل البركة خلينا نشوف شو وضع المصنع عني شغالة؟ محطين يعطيكم العافية أهلاً و سهلاً ثانياً بمصنعنا مصنع جبل البركة على جبل الجرزيم المصنع عنا فتتحناها إحنا بال2007 عم اللي هو الكهنة الآجر كان يجيب صمصم لكل مصانع نابلس نحكي فيه من 50 سنة أبوي اللي هو دير المتحف السامري كان رده هاي الفكرة إنه إحنا نفتح مصنع تحينة من أيام أنا أولاد عمي وأخوه يعني كبيراً شواء يجينا قلنا بدنا نفتح مصنع كيف بدنا يكون المصنع عنا مميز لازم نجيب السمسل أحسن السمسل الناس مختصين في شغل التحينة عشان إحنا يكون إلنا سوق مميز عن سوق التحينة الموجود في السوق الحمد لله رب العالمين المصنع عنا معيش 50 عائلة اللي هو فلسطينية وكمان سامرية مصنع بركة أفضل مصنع بتنتز تحينه في مدينة نابلس وبتمنى من الجميع إنه يخطي الخطوة هاي إنه دايماً نتفكر له قدام ربنا بقول لك اسعى يا عبدي لأسعى معك عشان هيك أنا لكل بني آدم شوفنا إنه يكون في عنده طموح إنه دايماً يطلع قدام يجيب شيء ويبسط الناس إحنا كطائفة سامرية إحنا عايشين مع الفلسطينيين مع الإسرائيليين كل طواقف اللي بتيجي على الطوع إنه جبل جلزين إحنا منقول لكم متدوئي بكل السلام وإن شاء الله بحل السلام بكل جميع الأطراف راضيين نعيش في أمن وسلام وازدهار إن شاء الله اشتركوا في القناة